لهذه الطفلة الضحوكة قصة مع الحرب في يوم من الأيام الدامية الطفلة تالى أبو عجوى أصرت على النزول إلى الشارع واللعب مع صديقاتها ارتدت حذاءها الرياضي وذهبت رقضا وسط الحارة دقائق من اللعب وتحول المشهد الدخان غطى المكان صاروخان إسرائيليان سقطا وسط الحارة أين تالى؟ كانت تلهو هنا تحولت تالى إلى أشلاء تعرفوا عليها من حذائها الملطخ بالدماء صارت تترجاني يقول لي بعض أمان خلينا أمزل أمان خلينا أمزل حسنت عليها من كتب ما بدها تلعب مع البنات وقلت لها خلاص انزلوا لبسة بوت العجال سكوتر ونزلها الشيء تنديقة تجدتين بسنان صوت دبابوية صوت صرخاني ونزلت أجر جراعي وأنا أناد على تالى أنا وصلت عندي الشقة المقصوفة لقيتها بين الركاب وفي بوت العجال عرفتها والله من بوت العجال هو المبين ارتقت تالى رفقة صديقاتها لم يبقى أحد يلعب في الحارة قتلت أصوات اللعب والضحكات والدة تالى تقول إن ابنتها كانت تحلم بانتهاء الحرب والعودة إلى المدرسة أنا تقول لي ليش إحنا مش عايشين زي كل أطفال العالم أنا نفسي نعيش حياة هادية ما بدنا حروب يا ماما أنا زهقت حكاية الحروب كل سنة حروب بدي أتعلم زي زي بقيته الأولاد ليش إحنا راحت علينا السنة كلها أنا نفسي أرجع على المدرسة نحو عشرة آلاف طفل ارتقوا في غزة منذ السابع من أكتوبر لكل منهم قصة تروي أحلاما لم تكتمل قتلوا وانتهت أحلامهم بالقصف الإسرائيلي المستمر الحرب هذه بس هدفها قتل الأطفال إيش زمب هذه الطفلة؟ إيش زمبها؟ إيش زمبها صارت البنت بدها بس فرصة إنها تسافر وتشرد من الحرب إيش زمب هذه الطفلة هيك تعيش؟